أقامت سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية حفلاً بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وبهذه المناسبة رفع سعادة الدكتور إبراهيم يوسف العبدالله سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية أسماءات التهاني وأعضر التبركات لمقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشيداً بما تحقق من إنجازات ومكتسبات وطنية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم مثمناً عالياً جهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في وضع البرامج والمبادرات الحكومية التي تصب في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة مثمناً ما تشهده مجالات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والجمهورية التركية من تقدم وتطور في عدة مجالات ترجمة نانسي قنقر